مرحبا بالإخوان وأمل أنكم بخير إذن بعد أن سألني أخ عن أن أضع بعض الفيديوهات كي أشرح فيهم بشكل عام ما هو الديداكتيك إذن في هذا الفيديو سوف نتعرف عن ما هو الديداكتيك وكذلك سوف نحاول أن نتعرف على أنواعه وكذلك الفروقات بينهم إذن فلنبدأ إذن من بين التعريف المشهورة لما هو الديداكتيك هو علم التدريس الديداكتيك هو علم التدريس يهتم بكيفية تدريس مادة أو مواد دراسة مختلفة من خلال التفكير في بنيتها ومنطقها وكيفية تناول مفاهيمها ومشاكلها وصعوبات اكتسابها مثل الديداكتيك الرياضيات مثلا الديداكتيك اللغة الفرنسية الديداكتيك اللغة الإنجليزية إذن لكي نفهم ونتفق عن شيء واحد أن الديداكتيك هو علم التدريس لمادة معينة وذلك على حسب طبيعة هذه المادة على حسب بنيتها على حسب مشاكلها وطريقة تعلمها إذن هو علم تدريس المواد الذي يأخذ بعين الاعتبار طبيعة تلك المواد إذن ديداكتيك اللغة العربية ليس هو الديداكتيك اللغة أو الرياضيات لأن كل تلك المواد تختلف على حسب طبيعتها وكذلك على حسب بنيتها إذن عمل أن مفهوم الديداكتيك الآن واضح الآن نمر إلى أنواع الديداكتيك من بين أنواع الديداكتيك لدينا الديداكتيك العامة والديداكتيك الخاصة الديداكتيك العامة هي التي تكون مبادئه ونتائجه مطبقة على مجموعة من المواد التعليمية فهي تقدم المعطيات الأساسية لتخطيط كل موضوعات ووسائل التعليم بمعزن عن محتوى المواد قبل أن نشرح ذلك دعونا نعرف النوع الثاني من أنواع الديداكتيك وهو الديداكتيك الخاصة هي التي تهتم بتخطيط التعليم والتعلم الخاص بمادة معينة أو مهارات أو وسائل معينة وهي التي تعنينا في هذا المقام يعني بكلمة أخرى أن الديداكتيك العام هو الذي يمكن تطبيق نتائجه على مجموعة من المواد التعليمية لكن يكون منعزلا عن المحتوى التعليمي لتلك المواد أما علم التدريس الخاص أو الديداكتيك الخاص هو الذي تكون نتائجه فقط لمادة معينة لأنها ترتبط بمحتوى تلك المادة التعليمية إذن في هذا الفيديو حاولت فقط أن أشرح ما هو الديداكتيك مفهوم الديداكتيك وكذلك نتعرف على نوعيه والفرق بينهما وأنا أعرف أنني لطالما قد تكلمت عن الديداكتيك لابد أن أتكلم عن المتلة الديداكتيك أمل أن هذا الفيديو قد ساعدكم وأراكم في فيديو قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر